السلام عليكم ازايكو يا شباب. طبعا هجبما نتكلم بقالنا ساعة ونجينا دلوقتي انه السلام عليكم. ما علينا. طيب. المفروض يعني ان شاء الله سيشن دي هنتكلم شوية كده عن اه النوت جي اس. نعرف ايه هي النوت جي اس. ويعني ايه الباك اند ويه اللي بيحصل في السيرفر والحوارات دي كلها. يعني انا اخد فكرة بسيطة كده بتاع خمس عشر ده كده وايه ونقفل الدنيا. احنا في البداية الموضوع بدأ عندنا ان في شوية ناس كان عندهم شوية كمبيوترات عايزين نقلوا عليهم داتا. ونقلوا ملفات من كمبيوتر لتاني. بس هما ما ما كانش عندهم فلاشات. ما كانش معهم فلوس يشتروا فلاشات. فقالوا احنا ايه? نطلع باختراع جديد تسموه الشبكة. او اللي هما بيوصلوا اكتر من جهاز مع بعض وتقدر الاجهزة ديت تبعت ملفات لبعضها او تبعت بيانات لبعضها. طبعا بيبقى في عمدي جهاز بقى سواء كان روتر او سويتش او اي ان كانت الاجهزة بتاع الشبكات ديت مناش دعوة بيها. بدأت الناس تحب الموضوع وبدأ الموضوع يكبر فظهر عمدنا ما يسمى بيه الويب. الويب ده بقى اللي هو النيت اللي احنا بنستخدمه اللي هو بيربط الاجهزة حوالين العالم. طيب. الويب نقدر نقول ان الفكرة العامة بتاعته انه هو ماشي بنظام اسمه الكلاينت سيرفر. الكلاينت سيرفر ان انا بيبقى عمدي جهازين. واحد فيهم بيبقى كلاينت والتاني بيبقى سيرفر. الكلاينت بيبعت ريكويست للسيرفر بيطلب منه حاجة معينة. بيقول له يا سمحت يا عم السيرفر هاتلي البيانات الفلانية او اعمل لي الريكويست الفلاني. انا بأمورك انك تعمل حاجة معينة. فالسيرفر بيقد عليه ويقول له خد ما كباشا. وهي دي البيانات اللي انت محتاجها. وانا نفست الاوامر بتاعتك. ومن هنا بدأ الويب ان هو يتقسم له وجزء اللي احنا بنسميه الفرونت اند اديفولوبمنت وجزء اللي هو الباك اند اديفولوبمنت الفرانت اند اديفولوبمنت هو اللي مسؤول عن جزء الكلاينت اللي هو بيعمل الوجها اللي هيبدأ يتفاعل معها عشان يقدر يستخدم بتاعي. هو اللي مسؤول عن جزء السيرفر هو هو اللي بيعمل السيرفر بتاعي ويقوله انه لما يجي لك ريكوست معين اعمل حاجة معينة او هو اللي بيبرمج السيرفر ازاي تفاعل مع الطلبات اللي جاية طيب احنا لما بنسمع كلمة سيرفر فاول حاجة بتيجي في دماغنا هي الكمبيوترات الكبيرة والاواد اللي مليانة دواليب فيها بروسسرات ورامات وارضات والكلام ده كله طب هو فعليا السيرفر مش هو ده هو اللي احنا بنشوفه والسور اللي بنشوفه عن نت والاواد الكمبيوتر اللي واخد او ده ومبنى كامل ده يعني ممكن نوعه اللي هو السوبر كمبيوتر احنا ما جالزا بنقول عليه السيرفر لكن السيرفر فعليا هو عبارة عن برنامج موجود على الكمبيوتر ده البرنامج ده كل وظيفته انه هو بيفضل قاعد كده مستني لحد لما قلاينت معين يطلب منه ريكوست معين بياخد الريكوست يبدأ ينفزه ويبدأ يتعامل معاه ويهندل الريكوست ده ويبعت النتيجة للكلاينت هو ده السيرفر طيب عشان نعمل البرنامج ده لازم يبقى عندنا لغة برمجة وفي لغات كتير ممكن استخدمها ان انا اعمل بها السيرفر واستخدمها في الباك اند ديفولومنت طبعا يعني عارفين البيتش بي وفلاحين البيتش بي ولا عزق الفلاحين الرياكت وعندنا السي شارب ممكن برضا استخدمها عن طريق فريم مورك اللي هو الاس بي ممكن الجافا ممكن البيسون وممكن حبيبتنا بتاعة الفرنت اند اللي هي الجافا سكريبت وده اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو ازاي استخدم الجافا سكريبت عشان يعني ابرمج السيرفر بتاعي طب احنا عارفين ان الجافا سكريبت ظهرت عشان الكلينت او عشان الفرنت اند وكان شغلها في البراوزر فالكمبيلر بتاع الجافا سكريبت او اللي احنا بنقول عليه الجافا سكريبت انجين هو موجود جوه البراوزر طيب لو انا عايز بقي اطلع كود الجافا سكريبت اشغله في مكان غير البراوزر فلازم يبقى عندي كومبيلر للجافا سكريبت متاح خارج البراوزر وهو ده اللي النوت جي اس عملته النوت جي اس هي عبارة عن رام تايم انفيرومنت بيئة تشغيل كل اللي عملته ان هي خدت ال V8 اللي هو الجافا سكريبت انجيني اللي موجود جوه جوجل كوروم خدته وطلعته برا البراوزر حطيته في باكتج كده الباكتج دي تقدر ان انت تسطبها على اي اوبريتنج سيستم وتشغل كود الجافا سكريبت بتاعك فهو اده ببساطة النوت جي اس هي مش لوجة برمجة ومش فريمورك هي عبارة عن ران تايم انفيرومنت هي مش كومبيلر للجافا سكريبت هي حاجة بتحتوي على الكمبيلر بتاع الجافا سكريبت وطبعا النوت جي اس ضفت شوية حاجات كده مميزات زيادة يعني زي مثلا ان انا اقدر من خلالها اتعامل مع الفايل سيستم اللي هي الملفات اللي موجودة على الجهاز بتاعي ملفات النظام اتعامل مع الوبريتنج سيستم والكلام ده كله طبعا الكلام ده مش موجود جوه او مش موجود في الجافا سكريبت نفسها لان الجافا سكريبت كان بتشتغل في البراوزر والبراوزر ملوش اكسس على الحاجات ديت يعني انت ما تنفعش من الفرانت ان انت تشغل سكريبت على جهاز اليوزر او على الوبريتنج سيستم بتاع اليوزر انت بتاعي طبعا اول حاجة لازم اسطب النوت جي اس فممكن نيجي في جوجل كده لو كتبنا اه نوت جي اس هيدخلنا على الموقع بتاعها اعمل اخر نسخة موجودة عندنا طبعا هينزل لي ملف اه اي اكسي او اي ان كان بقى النظام اللي انا شغال عليه سوى كان ويندوز او ماك فيه برده ممكن اسطبع على اي ان كان فانا ايه هنزل لو سطبها زي اي برنامج عادي وهبدا بقى ايه ان انا اتعامل مع النوت جي اس من خلال الكوماند لاين بتاعي سوى كان سيمي دي او الترمينال طيب اه هنعمل هنا بس فولدر الفولدر ده هو اللي يبقى في البروجيكت بتاعنا وهنفتحه في اي ادوتور احنا عايزينه وطبعا ندين هنا ملف الجوفا سكريبت بتاعنا اللي هكتب جواه الكود بتاعي طبعا ممكن اكتب اول حاجة console.log يعني يعارفين لازم تبدأ اي حاجة في البرمجة بهلو وورلد دي حاجة هزا ما وجدنا عليها ابائنا واجدادنا نعم? وهعمل سيم عشان بقى اشغل كود الجوفا سكريبت ده من خلال النوت جي اس فهاجف السيمي دي بكل بساطة هقول له نوت مسافة واكتب اسم الملف بتاعي اللي هو اب.جي اس هيبدأ ينفز لي الكود بتاعي بيقول لي هلو وورلد وكده عملنا اول استخدام مع النوت جي اس طيب نيجي بقى نشوف ازاي بقى ايه استخدم النوت جي اس عشان ابرمج الباك اند او اعمل الباك اند بتاعي. في كزا ممكن استخدمه في النوت جي اس عشان اعمل الباك اند. اشهر واحد فيهم هو الاكس بريس. طيب. انا في البداية عايز ايه اعمل اه بيئة جوه الفولدر بتاعي. يعني بيئة للبروجيكت بتاعي عشان اسطب كل اللي انا محتاجها. فهقول له ان بي ام انت. ان بي ام اختصار للنوت باكيج مانجر. ده عبارة عن يعني اسكريبت انا ممكن استخدمه عشان يعني انزل مكتبات وانزل موجودة برضو على موقع المكتبات ديت ناس تانية عملوها بقدر ان انا استخدمها عشان اعمل اي حاجة انا عايز او اعمل حاجة معنا طبعا على حسب المكتبة دي. فلما هقول له ان بي ام انت. ونستنى شوية. شوية جاهز بعافية شوية. هيبدأ هنا هيطلب مني بقى شوية حاجات كده وقال لك ايه هو اسم اللي انت عايزه طبعا هو هنا البروجيكت بتاعنا يعتبر فقول له اعمل سيبه زي ما هو اللي هو سيشان عشرة اعمل ايا كان ديسكريبشن يعني ممكن افضل اضغط انتر كده طبعا لو عايز اكتب اي حاجة من دول بكتبها مش عايز فخلاص نفضل بقى لحد الاخر. هيعمل لنا ملف اسمه package.json. والملف ده مهم جدا في اي project node. ده اللي بيحتوي على بيانات البروجيكت بتاعي. بيحتوي على اسم البروجيكت البروجيكت الكلام ده كله. عندنا حاجة اسمها scriptus. ال scriptus ده ممكن اكتب هنا اه امر. الامر ده بمجرد ما اقوله npm واكتب اسم الامر بتاعي هيبدأ ينفز الامر ده. نعم? يعني ممكن كله بساطة يعني اشهر الاوامر اللي هنشوفها هو امر اسمه start. طبعا وضع برا عن ملف اه جيسون. احنا عارفين ملف جيسون بكتب بتاعتي لازم تبقى تكتب بين double code. هقول له هنا مثلا nude app. js. فانا كده كله بساطة انا لما اقوله npm run start. فهو هيبدأ ينفز لي الاسكريبت ده اللي هو اكني بساطة قلت له nude app js. او ممكن اقوله npm run. او npm start على tool. انا نتجي. طبعا احنا ممكن. انا نخلص. انا نشتغل في مندز بورشيل. فهنا هيقولي اا يعني لما عملت npm start فهو اكنك بقولك انا شغلت ملف اللي هو nude app js. طبعا ما مطلعش اي حاجة. عشان احنا مساحنا الكود اللي مكتوب جواه. طب. في فايدة تانية من ملف ال package هنشوفها دلوقتي. طب. عشان بقى اا اعمل او استخدم node js. طبعا ما نكتب اول سيرفر بالنسبة لنا. هستخدم فريمورك اسمه اكس بريس. فانا ممكن اجينا كده وهقوله npm install. npm install يعني انا بقوله سطب لي package معانا. الباكيج دي طبعا انتم موجودة على على النت فهو بيبدأ ينفزلها ويسطب لي الباكيج دي. فهقول له عندنا package اسمها اكس بريس. فهو هيبدأ يسطبها. طبعا. على ما يسطبها تعالى كده نخش على موقع الexpress js وناخد لفة فيها ونشوف هي بتعمل ايه. فانا لو قلت له express js على جوجل هيجيب لي هنا الموقع بتاعها. ممكن نقرأ شوية حاجة كده في ال documentation. بقول لك express هي fast on مش عارف ايه. minimalist ويب فريمورك فور نود جيس. يعني بقول لك هي عبارة عن ويب فريمورك ليه النود جيس. هي عبارة عن فريمورك بتمكن لي ان انا اعمل ويب ابليكيشن من خلال النود جيس. وهنا فيه ملحوظة انا ممكن اعمل ويب ابليكيشن عادي جدا من غير مستخدم الاكس بريس. بس الموضوع هيبقى صعب. يعني انا لو دخلت هنا في موقع النود جيت في ال documentation. جينا مثلا هنا في ال API. هلاقي فيه عندي هنا موديول اسمه htp و htps. الاتنين موديول دول انا ممكن استخدمهم عشان اعمل السيرفر بتاعي. عشان اعمل الحاجة اسمها ال htp server. ال htp اختصار لهايبارتكست ترانسفير بروتوكول. ودي البروتوكول اللي انا بستخدمه عشان ابعد طلبات من ال client للسيرفر وعشان السيرفر يرد على ال client. فهم الاتنين بيتكلموا بعض. الطلبات دي بتبقى حاجة زي كده انت بتبعت جواب من مكان لمكان تاني او شخصين بيبعتوا جوابات لبعض. فالجوابات ديت لازم يقوم اتفقين على لغة معينة هيكتبوا بيها الجوابات. فهي هو ده ال htp. فانا بعمل حاجة اسمها http server. فممكن اعملها هنا باستخدام موديول اللي هو htp بس الموضوع هيبقى صعب جدا عشان اعمل بروجيكت كبير. فعشان كده في بقى فراموركس بتسهل الدنيا دي كلها زي مثلا اكسبريس. هنا هو خلص آآ تسطيب للباكتج بتاعنا. طيب. لو جينا في ملف الباكتج جيسون هنلاقي انه هو ضاف حاجة كمان اسمها dependaces. ايه باحكات الدباكت ديت? عندنا حاجتين. في حاجة اسمها dependaces وحاجة اسمها div dependaces. الفرق بينهم. ال dependaces من اسمها هي الاعتمادات. الحاجة اللي البروجيكت بتاعي بيعتمد عليها. هنا بيقولك هو معتمد على الباكيج اللي اسمها اكس بريس والفيرجن بتاعتها اللي هي اربعة بوينت سبعتاشر بوينت واحد. طيب. الديف ديبينت اسيز هي برضو حاجات انا باعتمد عليها ولكن انا بستخدمها بس وانا بعمل ديفولوب منت. لما جاي اخد البروجيكت بتاعي وطلعوا البروداكشن ما ببقاش محتاج الباكيجز ديته. فهنا طب. ايه بقى فايدة انه هو يكتب الكلام ده? هنلاحظ ان هو عمل ملف هنا اسمه نود موديولز او فولدر اسمه نود موديولز. لو فتحناها هنلاقي ان هو قتب جواه حاجات كتير اوي. فيه باكيجز كتير. انت ممكن في البروجيكت بتاعك هتنزل باكيجز كتيره وهتستخدم باكيجز كتيره. طيب. الباكيجز ديت ممكن حجمها يبقى كبير. يعني الفولدر بتاع النود موديولز ده حجمه عمالي كبر. والناس اللي اشتغلت بفريموركس في الجواسكريبت وتلاقي النود موديولز ده حجمه بيخش في 200-300 و 500 ميجا. فالموضوع رخم. انت هترفع ال 500 ميجا دول ازاي على النت. ولو عايز تبعط البروجيكت هتبعطه الحد ازاي. واحنا طبعا عارفين حالة النت في مصر والسرعة كبيرة اللي هو فيها. فقالك بكل بساطة انت ممكن ما تبعطش ملف النود موديولز. انت بس اللي يهمني ملف بيبقى مكتوب جواه كل او كل اللي انا معتمد عليها. فانت لما تبعط البروجيكت ده الحد مش هتبعط له فولدر النود موديولز. هو هيستقبل ملف مكتوب جواه كل المعلومات اللي هو محتاجة عشان يسطب الباكيجز زيت عنده. فكل اللي عامله انه هو هيقول له MBM install. وبس كده. ويدغط اندر هيبدأ بقى ال MBM يدخل جواه ملف الباكيج جيسون ويقرأ البيانات بتاعتي ويشوف ايه اللي انا محتاجها ويبدأ يسطب الباكيجز ديت. فدي برضو فايدة مهمة من فوائد ملف الباكيج جيسون. طيب. تعالوا بقى نعمل اول آآ اشتي تي بي سيرفر عندنا باستخدام الاكسي بريس. طب. اول حاجة لازم اجيب موديول بتاعي. يعني انا خلاص اتطبت موديول الاكسي بريس. عايز بقى ايه? اعمل له امبورت. عايز استدعيه جواه ملف الاب جيسون. فاستدعيه ازاي? احنا عارفين امبورت في الجواسكريبت. نصي اشتغلت بفريمورك. فاقول لك مثلا امبورت كزا او امبورت كزا. فروم كزا. هنا في النود جي اس ممكن اقول له ريكواير. هي عبارة عن فانكشن من اسمها. يعني مطلوب ان فيه باكيج معينة او فيه ملف معين مطلوب. عندنا في النود تلاتة انواع. ممكن تكون بيلت ان باكيج. يعني باكيج موجودة جوا النود نفسها. زي اللي عندنا هنا في الدوكمنتيشن. باكيج اللي هي اه مسلا كلاستر كونسول كريبتو اتش تي تي بي. الكلام ده كله. فيه عندنا باكيج مهمة برضو. اللي هي الباص. دي بتساعدنا ان انا هتعامل مع المسارات. وفيه عندنا باكيج اللي هي الف اس. يعني عشان هتعامل مع الفايل سيستيمز. لو انا عايز بقى اكتف فايل او اقرأ فايل او الكلام ده كله. فدي بنوع عليها البلت ان باكيج. ودي عشان اسطاديها بكل بساطة باجي هنا بقول له وباكتب اسم الباكيج عطول ممكن قول له هي فايل سيستيم. طيب. النوع التاني من الباكيج اللي هي السير دبارتي باكيج او السير دبارتي لايبيري حاجة مسلا زي الاكسي بريس اللي هي المكتبات اللي انا بنزلها من خلال ال 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 ام بي ام وبدأ استخدمها. فبرضو عشان استخدمها بكتب اسمها مباشرة فممكن اقول له اللي هي اكسي بريس. وفي عندنا بقى اللي هي او 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 دبقى لو انا عامل ملف او جاباسكريبت كاتب جوا مجموعة من الفونشنز وعايز استخدم الفونشنز ديت في ملف تاني. فباجي هنا في الريكواير وبكتب مصار الملف بتاعي. طبعا بكتب مصار نسبي زي ما بكتب مصار ملفات او صور في في الاش تيميل. مسلا دوت سلاش فيبدأ بقى يقول لي طيب انت عايز بقى تخش اه جوا ايه. طبعا هنا الفيس كوب بيارد علي اه اكتراحات. فاقول له بقى مسلا لو انا عايز بقى جوا فولدر الاسيتس. اقول له مسلا دوت سلاش. اه وكتب بقى ايه? اكتب المصار بتاعي. طب احنا هنا عايزين نستخدم الاكس بريس فاقول له اكس بريس. فهو هيجب لي كل حاجة موجودة جوا ملف الاكس بريس. طبعا هنا لازم استقبلها في فممكن اقول له بيساوي اكس بريس. طبعا. فبقى عندي الاكس بريس. ده عبارة عن موديول جوا مجموعة من الفونكشنز. ممكن استخدمها عشان اعمل بقى الاتش تي تي بي سيرفر بتاعي. طيب. اول حاجة انا عايز اعمل الابليكيشن. يعني يقول لو جانا فتحنا الدوكومنتيشن بتاعت اكس بريس. لو دخاني مسلا على جيت ستارتد. شوف يقول له بتعمل اينت بتعمل انستول. الكلام ده كله. خش على هلو وورلد. هيقول لك هنا بتعمل لو. وبعدين بتستدي الاكس بريس. دي بتبقى عبارة عن فونكشن. لما بتستديها بترجع لك حاجة اسمها اكس بريس. ابليكيشن. فاستقبلها في اسمه اب. فهاجي هنا كده هقول له طبعا الفاريبل ازايات ممكن اسميها اي حاجة. ولكن احنا طبعا ايه? السيشن اللي فات كانت عن الكيرين كود واحمد ناصر موجود معانا. فلو عملنا اي حاجة مشكلين كود هتلاب بيجري وورا انا بشوفش بدلوقتي. فالاب يعني اكس بريس ابليكيشن. طيب جميل. فانا كده عملت ابليكيشن. عايز بقى اشغل الابليكيشن ده. عشان اشغل ابليكيشن هقول له اب. دوت لسن. نعم مش كاتب دوت ليه? دوت لسن. لسن دي عبارة عن فانكشن. بتاخد مني مجموعة من البراميتر. ام? اول براميتر عندنا هو طعم فيه واهم براميتر بنقول عليه البورت. ايه بقى حكاية البورت دي? لو نرجع ليه الصورة بتاعت هنلاقي ان احنا عندنا كل الاجازة ديت متوصلة على شبكة واحدة. طيب لو عندنا مسلا الجهاز اللي هو رقم ايه مسلا او الجهاز ده عايز يبعت بيانات للجهاز ده. هيبعتها له ازاي? او زي هو لما يحط ملفات مسلا او بيانات على النيتورك ازاي بقى الراوتر بتاعي يعرف هي المفروض تروح لانهي جهاز. كل جهاز في الراوتر بيبقى له حال اسمها الاي بي. الاي بي اللي هو الانترنت بروتوكول. الاي بي ده عبر عن اه عنوان الجهاز بتاعك. ده زي عنوانك كده انت ساكن في الشقة الفلانية في الشرع الفلاني الكلام ده هو ده العنوان بتاع الجهاز. فلما يجي الجهاز ده يبعت رسالة لجهاز تاني لازم يحدد الاي بي بتاعه. يقول الجهاز لو سمحت يا عام الراوتر انا عايز ابعت اه جواب او عايز ابعت الرسالة للجهاز اللي عنوانه كزا. فهو بيحدد الاي بي بتاع الجهاز. طيب. فكده انا قدرت من جهاز احدد جهاز معين. طب ما هو الجهاز ده ممكن يكون شغال عليه اكتر من برنامج. شاب بس الجهاز ده موجود عليه برنامج واحد بس. لا ده هو هيبقى عليه اكتر من برنامج. طب البيانات اللي جاية دي مين البرنامج اللي هيستخدمها? على سبيل المسال انت ممكن تبقى فاتح الفيسبوك والواتس والانستجرام. الكلام ده كله فاتحهم على الجهاز بتاعك. فاتحهم على الكمبيوتر بتاعك. طب انت لما اجي لك رسالة على الفيسبوك. يا الرسالة وصلت للجهاز بتاعك. طب الجهاز بتاعك عرف ازاي ان الرسالة دي المفروض تروح للفيسبوك وما تروحش للواتس وما تروحش الانستجرام او ايا كان. عارف ازاي. هنا بقى يجي الجزء التاني وهو البورت. البورت او المنفذ. من اسمه كده. منفذ. دي الحاجة اللي بتربط السوفتوير او بتربط البرنامج اللي شغال عندك. وانا بتربط البروسس اللي شغالة بالنتورك بتاعتك. فانت لما يجي رسالة انا ببقى عارف الرسالة ديت رايحة لانهي بروسس او رايحة لانهي برنامج. من خلال البورت بتاعتك. يعني تقدر تقول كده الاي بي هو العمارة بتاعتك او عنوان العمارة اللي انت ساكن فيها. لكن البورت هو الرقم الشقة بتاعتك. فانا هنا عندي السيرفر ده هو عبارة عن برنامج. برنامج شغال على الجهاز بتاعي. فانا لازم احدد ايه البورت اللي هيشتغل عليه. طبعا انا ويبقى فيه بورت ديفولت اكسبريس بتحدده. ولكن يعني انا ممكن احدد بورت. وبالمنطق كده ما ينفعش اتنين ابليكيشن يشتغلوا على نفس البورت. فيعني ايه? قل لك حط بورت مش مستخدم. يعني حاول تبعد عن بورتات زي اه. يعني في بورتات بتبقى محجوزة. يعني جوة بتاعك. قل لك ان انت حاول ايه تبعد عن زي بورت تمانين وبورتات زي كده. فاقول لك مسلا يعني اشهر بورت بيستخدم مع الاكسبريس هو تلات تلاف. طبعا انت ممكن تحدد اي بورت انت عايزه. بس انك تبقى عارف الرقم ده وما يكونش بورت فيه جهاز تاني مستخدمه. فهو بورت تلات تلاف. يعني ما فيش اي برنامج موجود على الجهاز بتاعي مستخدم البورت ده. طيب. بعد كده بعد محدد البورت ممكن ادي لها براميتر تاني اسمه الكولباك فانكشن. طبعا هي بتاخد مجموعة من البراميترز ممكن ادي لها الهوست نيم. ممكن ادي لها اللي هي الكولباك فانكشن فاحنا ادي لها كولباك فانكشن ارو فانكشن. كده هنقول بكل بساطة كونسول دوت لوج آآ لسنينج ان بورت تلات تلاف. فكده ال انا شغلت البرنامج بتاعي على بورت تلات تلاف. فلو عملنا سيف وجينا نشغل تاني. طيب هناني جينا وقلنا له نود آآ دوت جي اس. فهيقول لك لسنينج ان بورت تلات تلاف. وهلاقي ان هو ما حرقش. يعني ما جابليش امكانية ان انا اكتب سطر جديد. طبا طبا. طبا. ايو. مصطف ايش في الشيرو وعملو تاني عشان الشيرو ايه. اين الشيرو. تمام كده؟ اه. كده زیر فول لگي. زیر فول كم. تمام. فهنا يعني نزو ما قلنا نشغل بورت تلات تلاف. فوقت له هو يدبع الرسالة. فلما جي نشغل البرنامج بتاعنا هلاقي ان هو الكود اشتغل وطبعا هنا رسالة قال لك لسنينج ان بورت تلات تلاف. وهنا هتلاقي ان هو واقف مستني مني امر. هو ما خرجش جوه او ما خرجش بره الامر بتاعي. او يعني الكود بتاعي لسه جاري التنفيذ بتاعه. طيب. تعالوا كده هنرجع. هنوقف البروسيس دي. هنضغط كنترول سي. هلاقي ان هو ايه? خرجني ممكن هنا اكتب اي امر تاني جوه الاسي ام دي. وده لو يعني عملنا الكود بتاعنا ده كومنت وجينا هنا قلت له حاجة بسيطة زي مسلا هلو. وعملت سيف وجيت اشجل تاني. هلاقي طبعا لي هلو وخرج خلاص. وهنا بقى طالما ظهر للسطر ده فده معنا ان الاسي ام دي بتاعه او البورش اللي مستني ان انا اكتب امر جديد. لكن لو رجعنا للبرنامج بتاعنا او لو رجعنا الكود بتاعنا هلاقي ان هو هيفضل واقف الامر ده. هو يفضل واقف جوه الملف ومخلص. طب هو ليه واقف? لان زي ما قلنا السيرفر هو عبال عن برنامج. برنامج بيفضل شغال اربعة وعشرين ساعة. بيفضل يلسن او قاعد كده مستني ان يجيلو اتش تي تي بي ريكوست عشان يبدأ ينفزو ويهندلو ويبعت الريسبونز بتاعتو للكلين. فلازم الكود ده يفضل شغال دايما. طيب جميلة. وكده احنا عملنا اول سيرفر عندنا او اول اتش تي تي بي سيرفر. طيب. عشان بقى مع السيرفر ده. هتعامل معه ازاي? طيب ممكن هتعمل معه من خلال البراوزر فممكن اجي هنا كده وافتح وهقول له. انا عايز بقى اي البراوزر يبعت ريكوست للسيرفر بتاعي اللي هو شغال على بورت تلات تلاف. طيب انا عشان اتعامل مع اي سيرفر عندي لازم ابقى عارف حاكتين. الاي بي بتاعه والبورت اللي هو شغال عليه. طب هنا الاي بي اعرفوا ازاي? هو شغال على الجهاز بتاعي. فعندنا الاي بي اللي هو بنقول عليه شغال لوكل على الجهاز او اللي هي لوكل هوست. ممكن اكتب الاي بي بتاع اللي هو مية سبعة عشرين دوت زيرو دوت زيرو دوت واحد. ده اللي هو الاي بي بتاعي. او ممكن بدل ما اكتب الاي بي اكتب كلمة لوكل هوست. تمام? بعد كده بعمل نقطتين وبعدين بكتب البورت اللي انا شغال عليه. هنقطين لهم الكولوم دول معناهم ان اول جزء ده هو الاي بي. طبعا اه يعني جوجل كروم عارف ان الاي بي ده اللي هو او كلمة لوكل هست هو بعمل لها مابنج مباشرة الى مية سبعة وعشرين بوينت زيرو بوينت زيرو بوينت واحد. واكتب البورت بتاعي احنا شغالين على بورت 3000. واضغط انتر. هنا اقول لك ايه ارور. كانت جيت سلاش. ايه بقى حكاية الكلام ده وليه طلع علينا ارور ويقول لك يعني ايه كانت جيت سلاش. طبعا احنا عندنا السيرفر شغال. طيب. احنا عندنا عشان ابعت اي ريكويست لازم احدد حاجتين. اول حاجة بنسميها اللي هي الميسود بتاعة الريكويست. اللي هي الاش تي تي بي ميسود. وتاني حاجة اللي هو البوس او المسار او نقول عليه برضو مصطلح تاني اللي هو الروت. هنا بيقول لك كانت جيت سلاش. معناها ايه? جيت الحروف بتاعتها كابتل ده نوع من انواع الاش تي تي بي ميسود. احنا عندنا الميسودز اللي هي جيت بوست بوت اه في باتش وفي دي ليت. يعني ابسط حاجة اللي هي جيت. من اسمها جيت. يعني انا عايز بيانات معينة. وبعد كده بيكتب لك الروت بتاعك اللي هو سلاش. ده معناه ايه? معناه ان البراوزر بتاع انا لما دخلت على لوكال هوست كولوم تلات تلاف. انا كده حاولت ان انا ابعت ريكويست. ابعت اتش تي تي بي ريكويست. الميسود بتاعته هي جيت. والمصار بتاعه هو سلاش. ولكن السيرفر معرض ليش اي حاجة. يعني انا ما قدرتش ابعت الريكويست ده. طيب ليه? لان بكل بساطة السيرفر ما عندوش اي اوامر ان هو يهندل الريكويست ده. بمعنى. انا شغلت السيرفر بتاعي على بورت تلات تلاف. وقلت له يا عم السيرفر. تعالى كده انا جبت واحد قاعدته. قلت له انت السيرفر افضل قاعد. مستني لحد ما يجي لك اي اتش تي تي بي ريكويست. ولما يجي لك الريكويست ده هندله. طيب. هو دلوقتي جاله ريكويست. اللي هو اللي سلاش. انه هو جيت سلاش. دي بنول عليها يعني جيت سلاش على بعدها كده. اللي هو الميسود مع المصار بتاعه بنول عليه الاند بوينت. فعندنا الاند بوينت ديت. السيرفر معرفش يعمل ايه? يعني انا هو قاعد كده قاعد شغال. انا هنا ما كتبتش اي كود ما قلت لهش لسه يعمل ايه? لما يجي له الريكويست ده. فهو معرفش يتصرف. معرفش يرد على البراوزر. فعشان كده البراوزر قال لك انا مقدرتش احصل على اي اجابة من الريكويست ده. طيب. ازاي بقى اقول للسيرفر بتاعي لما يجي لك حاجة معينة او لما يجي لك ريكويست معين نفذ حاجة معينة. كل الشغل بتاعي جوه الاكس بريس ابليكيشن اللي انا عملته. فهاجي هنا هقول له اب. بعد كده في عندي اكتر من مصد يعني ممكن استخدمها جوه الابليكيشن. انا دلوقتي عايز اقول له السيرفر ايه? انا عايز اقول له لما حد يبعت لك جيت ريكويست على المصار اللي هو سلاش نفس حاجة معينة او نفس فانشن معينة. فهنا هقول له بكل بساطة اب دوت جيت. جيت ديت عبارة عن مثل بتاخد مني قزة براميتر. اول براميتر عندنا وهو المصار بتاعي او الروت بتاعي. فهقول له هنا سلاش. وطاني براميتر هو الكولباك فانشن او الفانشن اللي تتنفز لما ييجي ريكويست على المصار ده. الفانشن دي بتاخد مني تلاتة براميتر. اول براميتر هو ريكويست. تاني براميتر هو ريكويست. تالي براميتر بنسميه نيكست. وهنعرف كمان شوية ايه الحاجات دي. ريكويست ده عبارة عن ابجيكت في البيانات الريكويست بتاعتي. بمعنى انا دلوقتي البراوزر بعت ريكويست بالسيرفر. طب الريكويست ده في شوية بيانات. مثلا الاي بي بتاع البراوزر. في بيانات لو انا عايزة بعت مثلا حاجة مع الريكويست. حاجة اسمها ريكويست باضي لو انا عايزة بعت بيانات مع الريكويست. ممكن تكون الكوكس. الكلام ده كله. ممكن اعرف الكلام ده لو انا فتحت ودخلت على اه التاب بتاعة فلو حاولت ان انا ابعت تاني فلا هنا بيقول لك ايه? انا بروزو لك انا حاولت ابعت على الوكال وسط تلاتلاف بس طبعا هنا بتاعة ده اللي هي ربعمائة واربعة يعني انا ملقتش ده يعني السيرفر ما بعتليش اي رد. لو انا ضغط عليه هيقول لك هنا عندك بيانات الريكويست عندك الريكويست اليوريل المسود بتاعته. عمدنا دي بتاعت دي حاجات يعني لو نزلنا شوية فيه عمدنا الريكويست نفسه يعني البيانات اللي بتبعت مع الريكويست طبعا كل البيانات دي ات ممكن اوصل لها من خلال السيرفر بتاعي. فكل البيانات دي بتبقى موجودة جوة الابجيكت اللي هو ريكويست. تاني براميتر عندنا اللي هو الريزبونس او بنقول عليه الريز ده عبارة برضو عن ريزبونس اوبجيكت. اه ده اللي بيمكنني ان انا يعني اعرف السيرفر هيتفاعل ازاي مع الريكويست ده او هيرد ازاي على الريكويست ده. وتالت براميتر اسمه ايه بقى حكاية النيكست دي? الكولباك فانكشن دي كده اللي احنا كتبناها دي في عالم اكس بريس بنقول عليها ميدل وير. ايه بقى حكاية الميدل وير ديت? احنا عندنا الريكويست بتاعنا هيروح الى السيرفر. فالسيرفر هياخد الريكويست ويمرره لفانكشن معينة. فالفانكشن دي بنقول عليها ميدل وير. ممكن يكون الريكويست بيعدي على اكتر من فانكشن. يعني ممكن يكون عندي هنا اكتر من كولباك فانكشن. عادي جدا. نعم مش لازم بس اكتب واحدة. لا ممكن اكتب اتنين تلاتة اربعة ايا كان. طيب اكس بريس بتعمل ايه? اكس بريس بتبدأ تنفذ الكولباك فانكشنز بتاعتي او تنفذ الميدل ويرز بتاعتي بالترتيب. طيب لو انا جيت في ميدل وير معين انا ممكن في الميدل رول الاولاني اكون محتاج انفذ الميدل وير التاني بناء على شرطه معين. يعني انا مش عايز دايما انفذ الميدل وير التاني. لا انا عايزه يتنفذ بس في حالة معينة. فعشان كده بيقول لك لو انت استدعيت النيكست كفانكشن يعني لو جيت هنا كده قلت له نكست كفانكشن فده معناه ان انت بتقول له نفذ لي النيكست ميدل وير هو ده معناها. طيب. ممكن هنا يعني عشان نشوف الدنيا ديت فهقول له هنا مسلا دوت لوج. قول هنا هلو ميدل وير. وبعدين انفذ الميدل وير التاني. ويجي بقى الميدل وير التاني ده هو اللي اخليه يتعامل مع البيانات بتاعتي فقول له برضو ياخد التلات براميترز بتوعي. طبعا البراميترز ديت يعني مش لازم ان انا امررها كلها لو انا محت هي يعني زي ما احنا عارفين البراميترز في الجواسكريبت. لو انت مررت يعني عدد ارجويمينتس اكتر من البراميترز فهو هيتجاهل الزيادة ولو مررت عدد ارجويمينتس اقل فالباقي هيبقى اه اندفايند. طيب. هاجي هنا ابسط حاجة اعمل له هقول له res.sind يعني ابعتلي data معينة او ابعتلي حاجة معينة الى. هي ده اللي بتعمله اللي هي send. فهاقول له send ايه? عسان كلمة hello world. وبس كده. فتعالوا هنعمل save ونشوف. طبعا انا عدلت الملف فلازم اوقف السيرفر وشغله تاني. فقال لك هو listening الدنيا تمام. هاجي هنا لو هنفضي بقى النتوور كتاب بتاعتنا لو جيت عملت refresh فقال لك ان خلاص هو بعت لي كلمة hello world والرد علي بتمام. طبعا هنا فيه request تاني ببعت اللي هو الفيف ايكون دوت ايكون ده request هو البراوزر بيحاول يبعته للسيرفر عشان يجيب الايكونة اللي هي تظهر عند هنا بس ايه معلنا من ال request ده. لو جينا فتحنا الترمينال بتاعنا هنلاقي ان احنا عندنا طبعا لكلمة hello from middleware. فهو اللي اكس بريس عملته ان هي لما لقيت ان فيه جاي لي امت راح همنفزها ده طبعة الكونسول لقيت ان ده بيقول لها ايه نفزيلي يعني نفزيلي اللي بعد كده فراحت تنفز ده يعني احنا لو شلنا الجزء ده كده يعني لو انا لغيت اللي هي استدعاء انا نعملها نوقف السيرفر ممكن بدلا ما اوقف السيرفر ويعني كل شوية قفوا وشغلوا يعني كلما اعمل تعديل في باكتج لطيفة اسمعها نود مون ممكن انا استطابها ممكن اقول له ام بي ام انستول وهنا اقول له داش جي داش جي معناها جلوبال جلوبال يعني استطاب للباكتج ديت جلوبال على الجهاز بتاعي مش لازم ان انا استطابها في كل اعمله جديد والباكتج اسمها نود مون طبعا انا مستطابة قبل كده فممكن بكل بساطة ايجي هنا اقول له نودمون اب دوت جي اس فبدا انا اوفزك قال لك نودمون استارت وهنا الاشتغل عندي بقى لسنينج على البورت بتاعي لو جينا عملنا يعني شلنا الكلام ده وعملنا ريفرش فهلاقي ان البراوزر لسا عمال يعد ويعني مستني السيرفر يرد عليه بريسبونس هلاقي هنا ان هو بعفين ما تقفش الكونسو اللوغ ليه لا 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 استني اكيد تمالك ايها ده لا حتى طبعا فهو طبعا علينا الميدلوير بتاعه الباور شلة مصطفى بيهس ماشي لو عندك لو عندك كومانجر استخدمه احسن لان الباور شلة بعد ما بتنفس حاجة في النود لازم تدوس مصطفى علشان يطلع يا جدع نجرب كده طبعا نجرب تاني او لازم اي تاخد اي اكشن عموما في الباور شلة عشان احط العملت رسائل ازاي اه بجاية في الويندوز افتح السم دي افتح الشاشة فريزد عندك امال فريزد علي بس خلاص راجعك فجأة وهدي وعد فتح السم دي هنشوف هم وهي تكون في نفس الباور شعير هنشوف احنا لازم بقى نعمل المايكروسوفت على الكلام ده وناخد منهم الفلوس فاا تمام اه السم دي شغال فطبعا انا هللايا هلو مهم وهللايا ان هنا البراوزر عادي مستنى الريسبونس الجيله طبعا ما جالوش اي الريسبونس لان الميدلوير التاني ما تنفس طيب خانا بقى نشيل الميدلوير اللي عمل لنا ايرو ده ممناش دعوه به ونشتغل على ميدلوير واحد طيب اه طب انا دلوقتي بابعت يعني كلمة بسيطة طب لو انا عايز بقى ايه ابعت ملف فعاجي هنا كده هعمل هسميه مسلا الفيوز ده اللي هو جواه ملفات الاش تيميل بتاعتي هعمل جواه فايل اسمه مسلا انديكس دوت اتش تيميل واجي هنا اكتب كود يعني اتش تيميل بسيط طبعنا عندنا سلاش اتش تيميل اه نجي هنا عندنا الهيد نقول مسلا نعمل لي الطايتل اناك هلو وورلد ويه عندنا البادي نقول مسلا عندنا اللي هي حلو بادي طيب لو انا عايز بقى ايه ابعت الملف ده هبعته ازاي بكل بساطة عندي هنا اه او عندي جوا اسمها بتاخد مني مصار الملف اللي انا عايز ابعته طيب هكتب مصار الملف ازاي ممكن اكتب يعني انا اه طبعا انا واقف هنا في النوت في المفروض يعني لو هكتب مصار نسبي فهقول له دوت السلاش وبعدين كده كلمة اللي هي بعدين سلاش اندكس دوت اتش تيميل طبعا دي كلام المنطقي ولكن الحالة ديت يعني مش بست براكتس ان انا اشتغل بالطريقة دي ليه? لان نظمة التشغيل بتختلف في المصارات بتاعتها على سبيل المثال اللي سلاش ديت موجودة جوه جوه نظام اللينكس والماك لكن الويندوز بيتعامل بالمصارات ان هي باك سلاش فكده الموضوع بالنسبالي لو الكود ده يشتغل على النظام ممكن ما يشتغلش على النظام تاني بسبب حوار المصارات ديت تمام؟ طيب نحل بقى الموضوع ده ازاي عندنا في النود موديول بسيط قوي اسمه الباس فاقول له هنا نود اللي هو الباس ركوير الباس الموديول ده جواه مجموعة من بتساعدني ان انا اتعامل مع المصارات من ضمنهم فانشن اسمها جوين فممكن اقول له هنا الباس دوت جوين طيب هجوين مين؟ انا عايز اكتب مصار الملف كامل فعندنا في جلوبل اسمه آآ كانت او دير نيم صانية كده كانت او دير نيم هون اللي اتنين موجودين فالمحفوظ دير نيم تمام ده ده بيبقى جواه مصار الملف بتاعي اللي هو اللي انا وقيت تيه دلوقتي يعني مسلا ده موجود فين؟ موجود جوا فولدر اللي هو سيشن عشرة طب سيشن عشرة ده المصار الكامل بتاعه على الجهاز بتاعي هو محفوز جوا اللي هو دير نيم فقول له اعمل له جوا مع الاسيتس طبعا انا بقضي له يعني كل حاجة بتبقى عبارة عن آآ براميتر فقول له هنا كده اللي هو الاسيتس لا مش اسيتس انا عايز اعمل له جوا فولدر الافيوز واعمل لي معها اللي هو انديكس دوت اتش تي اميل فكده هو الميسو جوين ديت هتطلع لي المصار الصح الملائم اللي انا شغال عليه فلو جينا عملنا سيف هو ده هيبدأ يشتغل تاني مقول لك انا في تشينج لسه هيبدأ يستارت تمام لو روحت هنا البراوزر بتاعنا فلو عملت هيقول لك هلو باضي وجاب لنا الملف بتاعنا ملف ال اتش تي ميل بتاعنا طيب جميل تعالوا جوا الملف ده احنا كده عارفنا ازاي ابعت اللي هي آآ الى مصار معين طبعا عندنا ممكن ان بدأ مقول له جيت آآ دوت جيت اقول له بوست او دليت وفيه عندنا حاجة اسمها يوز آآ يوز يعني لو انا قلت له دوت آآ يوز فدي معناها لو انا بعدت اي نوع من انواع الريكوستات سوى كان او بوست او ايا كان النوع ده. طبعا. تعالوا جوا الملف بتاعنا ده. وهنعمل بسيطة كده. آآ هقول له هنا اعمل لي فورم. الفورم ديت نعمل جواها آآ امبوت. الامبوت ده الطيب بتاعه. تاكست مثلا البلايس هولدر بيساوي مثلا النام. ونعمل زرار بسيط بتاع السمت بانبوت الطيب بيساوي سمت. وي بس كده طيب. انا المفروض لما اضغط على الفورم ديت المفروض هاخد البيانات اللي موجودة جوا الامبوت طبعا هنا آآ لازم اديله نيم. يعني البيانات ديت اللي موجودة جوا الامبوت ده هتروح للسيرفر. طب هيبقى اسمها ايه? وهنا البلايس هولدر ده عبارة عن الكلمة اللي بتظهر لليوزر. طب هو السيرفر بقى هيشوف الامبوت ده باسم ايه? فانا اقول له عندنا هنا النام واليقوم مسلا نيم. لو انا مسمي الامبوت ده مسميه نيم. طيب جميل. وعندي زرار سمت طيب. دلوقتي بقى لما اضغط على الزرار ده. المفروض ان آآ آآ البراوزر بتاعي هيروح يبعت ريكويست. ويعمل سبمت الفورم. طب ايه نوع الريكويست اللي هيبعته? ممكن يبعت ريكويست جت وممكن يبعت ريكويست بوست. طيب. تعالوا عشان احدد نوع الريكويست ده ففيه عندي اسمه المسود. المسود دي يقول لك يا اما جت يا اما بوست. فهقول له آآ انا عايز مسلا ابعت ريكويست بوست لما اضغط على الفورم دي. طيب الريكويست ده هيروح فين? يعني ايه المسار او ايه الراويت اللي الريكويست ده هيتبعت له. فبحدد الراويت من خلال اسمه اكشن. هقول له مسلا ابعته لي برضو على سلاش. وانا عايز برضو ابعت البيانات ديت على اللي هو سلاش. طيب. فكده هيتبعت لي بوست ريكويست لما ضغط على زرار الصمت. فنيجي هنا بقى في السيرفر لازم مكتب كودي هندل الكلام ده. فهقول له اب ضوط بوست. يعني لما يجي لك على الراويت اللي هو سلاش نفز لي حاجة معينة. تعالوا برضو هنبعت آآ نفس بتاعتنا. ولكن هاجي هنا هقول له اعمل لي بس دوت لوج. ليه هلو بوست. وممكن نيجي هنا نقول له برضو اعمل لي كونسل دوت لوج هلو فروم جيت. طيب. نعمل نسايف الكلام بتاعنا. نستنى السيرفر لما يشتغل. لو انا جيت عملت طبعا الاقي انه هو هنا هيقول لي انه هو بعت آآ ريكويست والميسود بتاعته كانت عبارة عن جيت. طيب لو كتبت هنا اي كلام وجيت عمل ساب مت ففيه ريكويست تاني اتبعت. ويقول لك الريكويست ده الميسود بتاعته بوست. ولو جينا نشوف السيم دي هيقول لك برضو هنا هلو فروم جيت وهلو فروم بوست. طيب. طب انا كده في بيانات ابعتت للسيرفر. طب هاوصل للبيانات دي ازاي? انا عايز بقى خلاص البيانات اللي ابعتت جوه الريكويست بتاعي لما ابعت البوست ريكويست عايز اوصل لها? تعالوا نشوف يا البيانات دي موجودة فين? او لو انا عايز اشوفها في البراوزر. لو نزلت تحت كده هلاقي نقول لك عندك حاجة اسمها بيقول لك الفورم داتا في النام عبارة عن كزا. طيب. انا عايز بقى اوصل للكلام ده من جوه الريكويست بتاعي. او من جوه السيرفر بتاعي. اوصل لها ازاي? عشان اوصل للبيانات اللي بتبعت مع البوست ريكويست. فلازم استخدم حاجة اسمها البادي بارسر. ايه بقى حكاية البادي بارسر ده? انا دلوقتي في بيانات طلعت من البراوزر بتاعي. او طلعت من قلينت ابعتت الى السيرفر. البيانات دي بتوصل للسيرفر في شكل سترينج. يعني مش اوصله بقى يعني مش اوبجيكت زي ما هو ظاهر عندي هنا كده. انا هنا ظاهر مسلا دي اوبجيكت. الفورم داتا انا شايف ان هي عبارة عن اوبجيكت. في بوربارتي نيم وقيمتها ايا كانت القيمة. طب السيرفر ما بتوصلوش كده. لان البيانات ديت بتتحول في النهاية لسترينج وتتبعت على النتورك بتاعي. فانا بحط البادي بارسر ده عشان ياخد البيانات بتاعت ويحول هالي من سترينج يحول هالي الى اوبجيكت اقدر اتعامل معي ببساطة. طبعا انا ممكن اعمل الكلام ده مانوال بايده ممكن استخدم باكيج اسمها بادي بارسر. فممكن اجي هنا كده وهقول له ان بي ام انستول بادي داش بارسر. هاناBER الابما تستطلبة مصطفى غالبا للأكسيبريس جواها البادي بارسر بايد بالت ان تعالى كده ااا تعالى كده في الكودي رج창 hate تقريبا ااا نكتب Author Foundation انا اضافت من اول version 4 version 4 url encoded encoded وبتحط لها بقى decoded بتاعتك بالفالس هي decoded ممكن نشوفها في الدكومنتاج هي object object طيب اه نحاول كده نشوفها في ولما دورت عالة في الدكومنتاج ما لاتهاش دورت عالة قبل كده في الـ reference الرابعة انا اكس بريس انا url including تمام في نقولك بتاخد منك الـ options بتاعتك مش عمل لها مثال انا 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 اتخدنا في الـ طيب تمام احمق ام فممكن يعني نيجي هنا كده ونقول له . url encoding هو بيستقبل البيانات اللي مبعوطة من خلال الفورم كبيانات عادية. ممكن ان البيانات تبقى للسيرفر باكتر من طريقة. ممكن تبقى اه يعني او ممكن تبقى لو انا عندي فايل جوه الفورم بتاعتي. فانا لازم هنا كده وبحدد له اللي هي الاتريبيوت اللي هو الانك طيب. فعندي اللي هي او ده لو انا عايزة ابعت ملفات مع الفورم بتاعتي او اللي هي بتبعت يعني عادي. وممكن البيانات تكون مبعوطة على هيئة اه جيسون. فانا هقول له اه url encoding ده عبارة عن اه انا هنا بقول له اعمل لي الا الكلام ده لما يجي لك على الاسلاش نفز لي الميدل وير ده الميدل وير ده يعني مهمته ان هو هياخد اللي جاي لي ويعمل له اقدر اتعامل معي. طيب هوصل للوبجيكت ده ازاي? بوصل له عن طريق موجودة جوا الريكويست اوبجيكت اسمها البادي. فاقول له هنا ريكويست دوت بادي. فلو جينا ننفز الكلام ده. خانينا البادي بارسر اتسطب. تمام لو جينا هنا نجرب. قلنا لو شفنا اللي الطبع هيقول لك يعني طبع لنا اوبجيكت في بروباريتي نيم وهي القيمة اللي جالي. طيب. ازيب ان نخزن القيم ديك ممكن اجي هنا كده واعمل الري اسميها مسلا كونست النيمز بتساوي عبارة عن الري فاضي اواجه هنا اقول له اعمل لي النيمز دوت بوش جواها اللي هو ريكويست دوت بادي ده عبارة عن اوبجيكت فاقول له انا عايز قيمة اللي اسمها نيم جوا الريكويست بتاعي. طيب. لو انا اعمل سيف. اه هنا برضو جوا الريس بونس انا ممكن بدل ما اقول له سيند فايل انا عندي حاجة اسمها ري دايريكت. ري دايريكت يعني بقول له حوله الى مصار تاني. يعني هو لو جاي لك اه ريكويست من نوع بوست على المصار اللي هو سلاش لأ حوله الى مصار تاني بتاعنا هو بيبعت فلما اقول له على سلاش فهو كده بيبعت فلو جينا نشوف كده لو عملنا ريفريش. سيربر مش شجال. جوافة اللي انا. احنا لازم نريبورت لمايكروسوفت دي. فين سمير معنا? سمير كانا يحب الحاجة دي يقول لكم. مكروسوفت ما بيهتموش باليو ايتس. انا لسه مطلع بالجايف لايو اس ترجل انا كمان. احنا عايزين سمير في الموضوع دا. ولا انا يعمل اه ويندوز ينافس مكروسوفت بقى. فهنا اعمل ريفريش. هيقول لك هنا. هو طبعا انا لما عملت ريفريش هو بعد في الاول ريكويست بوست. لان اه يعني انا اصلا قبل كده قلت بعت ريكويست بوست فهو بعد اه الريزبونس بتاعته فانت لو عملت ريفريش هو بيبعت اخر ريكويست انت بعته. فهو بعد ريكويست البوست وطبعا انا عمدينا البراميترز بتاعتنا وقال لك بعد كده في ريكويست تاني اتبعت من نوع جت. لو جينا نشوف الريكويست ده هتلاقي انه هو اله فين? طيب لو جينا قفلنا دي هيقول لك ان الستيطس بتاعته الستيطس اللي هي الريزبونس اللي جاية جاية بستيطس تلتمائة واتنين. تلتمائة واتنين هو فوند وعمل ريديريكت على اه ريكويست تاني او على راوت تاني فجاب لك استيطس متين. طيب. طبعا هيبقى عمدنا النام انضاف خلاص جوه الاري بتاعتنا. طيب. انا عايز بقى ايه? اعرض الاسم ده. اعرضه في الصفحة. يعني انا عايز بقى كل الاسمي اللي بعتت وتحافزت جوه الاري تتعرض في الصفحة قدام اليوزر. فانعايز ابعت بيانات للصفحة. وعايز اعمل ما يسمى بيه سيرفر سايد رندرينج او دايناميك كونتينت. انا عايز المحتوى بتاعي يكون محتوى ديناميكي. طيب نعمل الكلام ده ازاي? عشان اعمل الكلام ده لازم استخدم تمبلت انجين. في تمبلت انجينز كتير. ممكن يكون حد السمع عن اه عن بج. مش يا? اسمع بج يا نصر تقريبا? اه اه. اه. في اه بج. في اه اللي هي الهاندل بارز او مستاش. في عندنا اي جي اس. والاي جي اس ده هو المفضل الى قلبي. طب. التمبلت انجين بكل بساطة هو عبارة عن يعني انجين يعني من اسمه بياخد بيانات وبيحشرها يعني بيحطها جوة تمبلت معينة ويطلع لك في النهاية ملف اتش تيم اي اللي فيه اله الكلام ده كله. طيب. انا هستخدم الاي جي اس. لسبب الاي جي اس السينتكس بتاعها بسيط جدا. هي بتستخدم الاتش تيم اي اللي والجابا سكريبت. ما بتعملش حاجات قاسطم زي الهاندل بار او اه الباج. باج يقول لك بيعتمد على الاندنتشن والكلام ده كله. يعني الاي جي اس سينتكس بسيط ومعروف وسهلة جدا. فاصل طب هقوله ام بي ام انستول اي جي اي جي اس. بالمناسبة الاي جي اس دي اختصار للايمبيد جاو سكريبت معناها انت بتايمبيد جاو سكريبت وجوه الاتش تيميل بتاعتك. جاو سكريبت بيور. يعني جاو سكريبت بحثة. اه. عشان كده انا حبيتها يعني المابوف يعني سهل. مش شعب بقى وجعد دماغي بسينتكس جديد وحالات جديدة كده. تن 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 تن. تمام كده هي تستطبط طيب اجي بقى اعرف الاكس بريس على التمبلت بتاعي طيب كنا بنعرفها ازاي تمام لها اب دوت ست فناخد الامرين دول فبقول له اب دوت ست يعني خليلي هو ال اي جي اس يعني ال او التمبلت انجين اللي انت هتستخدمه هو ال فيو جي اس و ست الفيوز يعني طب هو ال اي جي اس ده وهياخد ال الدياتا اللي انا هبعتها ويحطها جوه ملفات معينة طب الملفات دي هتبقى موجودة فين موجودة في اني فولدر فانا بقول له هو الفولدر بتاعها اسمه فيوز طبعا هي دي القيمة الدفولت بتاعه فانا ممكن يعني ما اكتبهاش ولكن هنا ايه بحيس ان احنا لو حبنا نغير اسم الفولدر ده فنبقى عارفين ان احنا لازم نحدد قيمة اللي هي الخاصية اللي هي الفيوز طبعا عندنا هنا لازم تكون الامتداد الملف بتاعنا هو اي جي اس فنعمل كده ونغير اللي امتداد ونخليه اي جي اس طيب هنا بقى هعمل ايه بدل ما هقول له سند فايل هقول له لأ اعمل لي ريس دوت رندر رندر يعني بقول له اعارض لي فيو معين وبدله هنا اللي هو اسم الفيو اللي انا عايز اعارضه انا عايز اعارض فيو اللي هو الاندكس طيب تعالوا كده نجرب ونشوف هاليا هتشتغل لحد كده ولا لأ قبل ما نحط داتا جوه السيرفر بتاعنا او جوه التمبلت بتاعتي فلو روحت ابعد الكويست فاشتغلت واعرض لي الصفحة بتاعتي طيب لو انا عايز بقى ايه احط داتا او امرر داتا للتمبلت بتاعي بمررها ازاي الداتا اللي بتتمرر باجي هنا جوه الميسود رندر وبدلها اوبجيكت الابجيكت ده بكتب جوه البيانات اللي انا عايز امررها جوه صفحة بتاعتي جوه صفحة التمبلت بتاعتي لو هقوله مثلا هنا انا عايز بروبارت اسمها بيتج طايتل يكون اسمها مثلا اه هلو او بلاش هلو ونقول اي جي اس تيست فانا كده مررت خاصية او مررت قيمة باسم بيتج طايتل طيب لو عايز بقى استخدمها جوه الصفحة بتاعتي او جوه صفحة الاي جي اس انا عايز احطها في التايتل فالاي جي اس بكل بساطة بيقولك انت عايز تكتب كود جافا سكريبت انت بتكتب كود اشتين ملة عادي بس لو في سطر معين السطر ده عايز ان هو يكون سطر جافا سكريبت بتحطه جوه اه انجل براكتس وبعدين علامة فيلمية فالدول كده معناها ان السطر ده سطر جافا سكريبت لو عايز تعرض خاصية معينة او لو عايز تعرض قيمة حاجة معينة بتقوله يساوي وبعدين تكتب اسم الحاجة اللي انت عايز تعرضها انا هنا كنت مسميها البيجي شتايتل انا مرر هنا باسم البيجي شتايتل فها جينا استخدمها برضو باسم البيجي شتايتل لو جيت عملت سيف للكلام ده لو عملنا رفريش تمام عرض للصفحة بتاعتي وهنا قلي اي جي اس تيست اللي هو الطايتل بتاعي اتغير طبعا انا ممكن تكون القيمة اللي بمررها هنا اي قيمة مش لازم بس تكون سترنج لأ ممكن تكون اري ممكن تكون اوبجيكت او اري من الابجيكتس. فاي قيمة انا عايزها. هي ده عبارة عن بخزن جواه اي قيمة انا عايزها. طيب. هنا عايز برضو امرر النيمز. فهقول له مرر لي النيمز. همررها برضو باسم نيمز. فعندي اللي هي الري اللي اسمها نيمز. انا مررها باسم نيمز. وممكن يعني في الاس ستة ممكن ايه? اتجاهل طالما يعني قيمة البروباريتي هي بنفس اسم البروباريتي فممكن اكتبه مرة واحدة بس. خلي هنا نكتبه مرتين عشان ايه? يعني نبقى فاهمين الدنيا فيها ايه. طيب. هنا بقى عايز استخدم عايز اعرض الكلام ده. فهاجي هنا هعمل يو ال بسيطة خالص. اليو ال دي المفروض هيكون جواها اكتر من لي. او اكتر من list item. طب عدد الايتمز دولة هيكون كام واحد. افروض ان هو بعدد العناصر اللي موجودة جوه فانا بقول له بساطة انا عايز اعمل لوب. طيب. هعملها ازاي? كود جواسكريبت عادي. طبعا ما هكتب كود جواسكريبت يبقى اكتبه بين اه اللي هم يعني اكبر من في المية. طبعا انا هنا مش عايز اعرض قيمة معينة. انا لو عايز اعرض قيمة بستخدم علامة الوساو. لا انا مش عايز اعرض قيمة. انا عايز اعمل له بعادية فاقول له هنا مسلا for name of names. ده كود جواسكريبت عادي. مفروض ان الفور بيبقى ليها يعني نفتح كده. وعايزين نقفل فهي قفلت الكوز برضو هتبقى بين العلامتين دول. فقده كده بالنسبة لي كود جواسكريبت عادي جدا. اي حاجة اكتبها هنا هو كود html. الكود ده هيتقرر لان انا بعمل لوب على الكود ده. فاجي هنا اقول له اعمل لي آآ list item واكتب لي جواه اللي هو ال name اللي جاي لك. فلو انا يساوي ال name. فلو عملنا save. ناس server restart. هنا refresh. طبعا ما اعرض ليش اي حاجة لان والدنيا تمام. وزي الفل. فكده انا قدرت كل بساطة اخلي محتوى الصفحة بتاعي ديناميكي او بيعتمد على البيانات اللي جايه لي من السيرفر. طبعا في تمبلت انجنز تاني اغير ال ags ممكن تستخدمها. طب. آآ اخر حاجة هنتكلم عنها. نفت بقى. طب انا دلوقتي الصفحة بتاعتي دي شكلها وحش قوي. عايزين بقى ان يعني ايه? ننسقها شوية. عايز ابعت ملف css مع الصفحة بتاعتي. طيب. هبعته ازاي? انا عندي هنا ملف البوتستراب موجود جوا فولدر اللي هو assist slash css. طب انا لو عايز بقى استخدمه. هستخدمه ازاي? يعني عارفين اللي هي هقوله هنا link آآ الريل بيساوي style sheet. والحرف بيساوي. ود اكتب بقى ايه? مصار نسبي اللي هو الملف ده بالنسبة الملف ال html بتاعه. فالمفروض يعني هارجع هتوطل لورا. اروح للاسس slash css bootstrap dot min dot css. واجه هنا ممكن ال input ده اعطي له مثلا class بيساوي اللي هو form control. ويبقى عندنا ال input التاني ده اعطي له class بيساوي مثلا btn btn dash primal. وتعالوا نجرب الكلام ده. لو رحت عملت هنا refresh. هلاقي ان ما فيش اي حاجة اتنفزه. وهلاقي ان فيه هنا request اتبعت ان هو بيجيب البوتستراب. بس بيقولك status بتاعته ان هي canceled. وهنا في الكونسل على قدر بيقولك ان refused. هو مش قادر ان هو يجيب الملف من slash slash css slash bootstrap dot min. طيب. هو ليه مش قادر يجيب الملف ده? لان بكل مبساطة انت لما تيجي البراوزر يقرأ الكود بتاعي. لما بيعد على hml وبيلاقي يعني حاجة زي link او script او image او اين كان. فهو بيبعت request تاني للسيرفر يقوله. لو سمحت يا عم السيرفر انا عايز الحاجة اللي موجودة على المسار ده. ده عبر عن مصار. البراوزر شايفه كده والسيرفر شايفه كده. طب. هل انا قلت للسيرفر هو المفروض يعمل ايه? لما يجي له request انه هي روح للمسار ده? لأ. انا ما قلتلوش. طيب. اعرفه ازاي? هدي يقول لك يعني ابسط حاجة ان انا هاجي هنا وهقول له لما يعمل لي get على slash slash css الكلام ده كله رد عليه بالفايل الفلاني. ممكن اعمل كده ولكن الموضوع ده هيبقى متعب لو انا عندي فايلات كتير. فقال لك عمدنا حاجة اسمها الاستاتيك فايلز. ايه بقى حكاية الاستاتيك فايلز ديت? الاستاتيك فايلز بكل بساطة انه انا بعرف الاكس بريس على فولدر معين. وبقول لها لما يجي لك request على فايل معين اه روح يدوري على الفايل ده جوه الفولدر ده وبعتيه للكولايت. طيب هاعرفها ازاي? هاجي هنا بكل بساطة هقول له app.use. use ايه بقى? اكس بريس dot static. وبدل له هنا مصار الفولدر اللي جواه الملفات اللي بتاعتي. طبعا هكتب المصار باستخدام موديول الباص فاقول له هنا الباص دوت جوين فاستاتيك فروح يدوري عليه جوه الفولدر اللي اسمه الاسدس. طبعا ممكن يبقى عمدي اكتر من فولدر عادي جدا. وباجي هنا بقى في بتاعي بكتب المصار جوه فولدر الاسدس. مباشرة. يعني هنا انا مش هكتب بقى نقطين سلاش اسدس. لا انا هكتب سلاش سي اس اس سلاش بوت استراب بوت من. فانا كده يعني بعرفه ان لا خلاص انت روح دور جوه فولدر الاسدس. يعني سلاش هنا لازم اكتب سلاش في البداية انا ببدأ الروت بتاعي هو الاسدس. فلو عملت save. جيت هنا عملت refresh. فالتنسيقات بتاعتنا اتطبقت والدنيا تمام. وزي الفول وطبعا الكود بتاعنا شغال. طبعا هنا واعرض لي اسمه واحد بس لان انا عدلت حاجات في في السيرفر فهو عمل من تاني فرجعت اللي هي الري بتاعتنا. رجعت فاضية. طيب. فده بالنسبة لحطة اللي هي الا static finance. وده كده كانت حاجة يعني سريعة عن النود وايه هي. اه اخر ملحوظة بس حابب اقولها ان الا يعني دي بتتنفذ بالترتيب او الكود اللي انا بكتبه ده بيتنفذ بالترتيب. يعني لو انا جيت كتبت هنا ايه بضط اه جيت تاني على سلاش. قلت له بس مثلا لو هنعمل console.log hello from second get slash فالكود ده مش هيتنفذ. لان الاكس بريس بتمشي على الملف بتاعي من فوق لتحت. اول ما تلاقي ان فيه راوت اتحقق بتنفذه. يعني هو اول حاجة هتقابل له هي الراوت ده. فبالتالي هي هتتجهل اي راوت جاي بعد كده. فالجزء ده مش هيتنفذ. فده كده بالنسبة ل نوت جي اس وازاي استخدمها واستخدم الاكس بريس عشان اعمل حتي بي سيرفر ودي كده اللي هي بدايات الباك اند بتاعي. بس كده لو حد عنده ايش الف اي حاجة. كده ما فيش اسئلة ولا ايش. انا ما عنديش اسئلة الصراحة بس اعايز اقول لحضرك شكرا جدا. مستشان فعلا مفيدة جدا. ويعني انا استفدت منها وعرفت حاجة كتير قوي يعني ما كنتش عارفة وان شاء الله هحاول اكمل بردو في موضوع النوت جي اس ده. واذا حضرك عملتنا فيديوهات تكمل فيها بردو بلاي لست او حاجة تكمل معانا فيها شوية حاجات بتيبقى تبترخيرك يعني شكرا جدا. هو فيه اصلا يعني كورس نود موجود عندي على القناة. ممكن شوفيه لو هبعت اللينك بتاعه هنا. بس بني انت على اليوتيوب. شكرا جدا. شكرا من موجودك معانا. اه نعفو. فيه عادل حبيبي عادل. انا مكتبك انت زي عراكة الكوفير بوكات ناسها. اه حلو الكوفير بوكات ناسي. ممكن كنو الكوفير في الناس اللي هناك. اه. اعزي الناس متشد حيلها بقى علشان نعمل الستقيلة. اه. بس لنعمل نست جو اس بقى. مايكرو سيرفيس اه اشتوق للدوكات. كده. استغفر الله استغفر الله. اوه كده. استغفر الله. اخو اخفا. انا الناس لازم تكون فاهم اكسي بريس الاول. اه. بس اخفة الاول بس كده وبصوا هغرأك وهغرأك وسيشت. اه. الناس حلوة بس لازم برضو عايزة طيب سكريبت. يعني بقى عباء. والله هي الماشي في البنى. يا ريت يا بشمعندس لو تكلمنا كمان عن الكلين كود يعني النقطة دي مهمة جدا والصراحة. انا كنت عامل سيشن عن الكلين كود السيشن اللي فاتت. يعني انت ممكن تدخلي اما عندي على القناة اما في البلاي لست اللي سامير مشايرها. هتلاقي سيشن عن الكلين كود. ساعتين اللي ربع عاديين بنهايتي وبنقولها رب كود يطلع كلين. الله سيارجع حالاتين. شكرا جدا. ممكن بقى لبقى نعمل السيشن تانية عن الكلين الكتيكتشار بقى اللي هو انت ازاي تنظم البروجيكت بتاعك مش مجرد بس تكتب كود. يعني تقسيمة البروجيكت اللي قمت استخدم مسلا على سبيل مثلا على سبيل مسال الだاتابيز معينة عن داتابيز تانية. امت مسلا على سبيل المسال استخدم برفوزات ريباتر اننا بكلم الدااتابيز عن ان انا بستخدمها. رايبر عادي جداً كده كزي كده بس الفكرة للنسفة كد بحيلها كثيرًا الان انا الilian ديطت كلها تبقى محتاجا محتاجة ديب ضيب شوية أنت قفلت field recorder لا انا وقفت شويل بس ليكو مشغول ! طيب ادفال recorder خلاص ولو علشان الكمية الكاحل نهنا بأ قحاها دي حت ما تمينتش وهنا سعب